هنروح للسيدات نفس الوضع عندهم دور التمانية ان شاء الله ولكن واعتهم القرعة مع نادي الشمس احد الفرق الكويسة جدا في الدورة ولكن هي دي القرعة واعتك معاه في دور التمانية برضو بيستوف تري مباريات مهمة ولكن المباريات دي هتتلعب يوم 29 فبراير 1 مارس ولكن برضو اول اختبار حقيقي لهذا الفريق فريق السيدات او فتيات الزهب للكرة الطائرة بقيادة كابتن ابراهيم فخر الدين القدير كابتن ابراهيم فخر الدين اول اختبار هيكون دوري السوبر المصري اللي هيكون قبل السوبر للمصري رجال واللي هيكون يوم 24-26 يعني عندنا 24 مباراة للسيدات 25 مباراة الرجال 26 السيدات 27 الرجال يعني يوم بالتبادل يوم الراحة للرجال هيكون فيه يوم للسيدات نتمنى ان شاء الله بطلطين في اربعة ايام لفرق الكرة الطائرة واكيد دي هترفع معنويات الجهاز كله او هترفع معنويات الفرق كله طبعا بفكركم ان فريق السيدات هو حامل لقب الدوري بعد ما فاز على نادي الزمالك الموسم الماضي طبعا السنة دي طبعا موسم قوي ولكن تم تدعم الفريق بصفقتين في شهر يناير اللي فات والفريق طبعا شاهد عودة طبعا سهيلة وفيق صنع الالعاب بعد رحلتها الطويلة في الان سي دابل ايه دوري الجامعات حقيقة يعني كل التوفيق ليهم نتوقع ليهم الفوز بإذن الله ونادى حامل طبعا شاركت يعني انا بقول لكم انه الاجانب بتوعنا تمام يعني ان شاء الله نتمنى الفوز بطلطات اتبقى مطشط صعبة مطشط صعبة ولكن احنا خسرانين طبعا ايا الشامي حتى الان افضل ضريبة في افريقيا ولكن كلنا ثقة في الفريق كابتبهين فخر الدين اعد الفريق بالكامل اعد الاشكوات كان دايما من خلال متغطيتنا بيشارك كل اللاعبات عشان المطشط دي ما فيش وقت خلاص بقول لحضراتكم في العشرة متر الاخيرة هذا الموسم شهر مارس وابريل وما ما تبقى من فبراير هيكون هو ده وقت الحسم ان شاء الله